وبعد توجيه السؤال أكثر من مرة حول المعلمين قال ياسين يمكنهم التوجه لي أنا داعم لإدراب المعلمين بحسب قرار لجنة المتابعة من ناحية أخرى دعا عرسان ياسين رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية للقاء في شفا عمر اليوم بهدف العمل على تهديئة الأجواء من شفا عمر ينضم إلينا الآن رئيس البلدية عرسان ياسين مساء الخير أستاذ عرسان ياسين رئيس بلدية شفا عمر رئيس بلدية شفا عمر عرسان ياسين هل تسمعني نعم أريد أن أبدأ من حيث انتهيت بخصوص الاجتماع بين رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية هل لك أن تطلعنا كيف كان الاجتماع نعم أنا أسمعك عرسان ياسين رئيس بلدية شفا عمر أولا مساء الخير لإلك ولجميع المشاهدين مساء الخير مساء النور نعم أنا سامعك أخي بالفعل إحنا في بلدية شفا عمر إحنا خدنا قرار أنه نلتزم بالإضراب إحنا التزمنا بالإضراب اللي أعلنته لجنة القطرية لجنة المتابعة لذلك بالنسبة للمعلمين أنا كرئيس بلدية واجبي أنه أنا وقف مع المعلمين في هاي اليوم اللي أعلن فيه الإضراب نعم سنتحدث عن الإضراب لكن أريد أن تحدثني عن الاجتماع الذي دعايت دعوت إليه أنت لرؤساء السلطات المحلية العربية ويهودية هل كانت تجاوب مع هذه الدعوة؟ أخي 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 إحنا في شفا عمر طبعا قبل الاجتماع اللي كان مع الرؤساء المشتركين يهود وعرب كان فيه عندنا فعالية لتنظيف البلد لأنه البلد بمناسبة الأعياد وبناسبة أنه الشباب المظاهرات والأشياء اللي كانت لأينا من واجبنا أنه فيه عندنا شباب متطوع مشكورين يقوموا في عمل تنظيف للبلد وكان عندنا الحمد لله الإشي ناجح من فوق الميت شاب اللي هني عملوا على تنظيف بلدهم مشكورين نعم أريد أن أعود إلى قضية المعلمين والإدراب هل تشعر بأن المعلمين يعني يقعون تحت ضغط وتأثير من قبل وزارة التعليم بسبب مشاركة بالإدراب أخي أنا أنا بالفعل أنا بالفعل هذا الموضوع بهمني كتير أنا بواقف مع المعلمين لأنه المعلمين لازم يكون إلي العنوان وأنا كرئيس بلدية واجبي أنه وقف مع المعلمين لأنه إحلى أعلننا الإدراب وفأنا على الإدراب لذلك أنا قلت أي معلم بحاجة أنه رئيس البلدية يكون جنبه هل تحدثت مع أحد من المعلمين من المفتشين لوزارة التعليم في منطقة شفاعمر حول هذا الموضوع؟ أنا أنا عندي اتصالات مع كل المسؤولين في جهاز التربية والتعليم إلى علاقة الخاصة أنا راح أواقف مع المعلمين مش راح أسمح أنه أي معلم ينضر لأنه القرار كان مقرار من البلدية شفاعمر بالإدراب لذلك إحنا رايحين نواقف جنبه وأنا قلت أي معلم بتصل في رئيس البلدية أنا حاضر أنه أنا أكون جنبه لم نسمح أنه معلم باليوم هذا ينضر لأنه هذا قرار للمجلس البلدي وإحنا وفقنا على الإدراب وصلتك كثير شكاوى من معلمين بعدما يعني فتحت المجال أنه أي شخص يواجه مشكلة اتصل معي اتصل معي بعد لمعلمين وأنا راح أعالج الموضوع أنا قلت أنه أنا كرئيس بلدية راح أكون جنب المعلم نعم السؤال سمعنا عن فصل موظفين وعمال يعملون في شركات مختلفة بسبب مشاركتهم وتضمنهم مع ابناء مجتمعهم وشعبهم ومشاركتهم بالإدراب كيف تنظر إلى هذا الموضوع أنت من ناحيتك أخي شحادي نعم أخي شحادي حازم أنا بالفعل هذا الموضوع مقلقني عشان هيك كان عندي جلسة مع بعض الرؤساء اليهود والعرب من المنطقة لأنه أنا بقول أنا ضد الأشياء اللي صارت وخاصة بالمجد الأقصى لأنه أنا قلت مجد الأقصى خط أحمر ولا مسلم بالعالم بفرط في حجر من حجار مجد الأقصى هذا كان إشي خطأ بفكر يكون درس أنه إحنا ما نرجعش للأعمال اللي صارت في المجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح إخوان أنا كرئيس بلدية بآمن أنه إحنا بدنا نكمل حياتنا فيش عندنا الطريقة التانية العمال بدين يرجعوا للعمل الموظفين اللي بيشتغلوا بالدوائل الحكومية أو بالمحلات اللي بدين يرجعوا لعملين طلاب الجامعات بدين يرجعوا لذلك الواجب تبعنا والدور تبعنا أنه نعمل أديش منقدر لتهديئة الخواطر وإحنا بدأنا في عنا عدد كبير من رؤساء المجالس اليهودي اللي حولينا كان في عنا اجتماع بضينا على وطيقة أنه طبعا إحنا نحافظ ونعمل على تهديئة الخواطر من أجل أنه نستمر بحياتنا في هاي الدول إحنا عايشين هون بدنا أولادنا يوصلوا للأحياء اليهودية للبلدان اليهودية بدون ما يكون ضرر أنا برفض التطرف من الناحتين أنا بأمنش سؤالي لأستاذ عسان ياسين إلى أي مدى تضررت العلاقات العربية اليهودية في ظل هذه الأزمة أخي واضح كان فيه ضرر كبير بلاش احنا نتجاهله الأشياء اللي صارت عكرت الأجواء مطلوب منا أنه إحنا كمسؤولين أنه نرجع الأمور وفي مجال فيش إنا طريق تاني أنا بأمن أنه بدنا نعيش بهذه الدولة بدنا مستقبل لأولادنا بدنا العمال يرجعوا على الشؤول يعني التطرف مش رايح يخدمنا التطرف مش رايح يخدمنا عشان هيك أنا بجلسات مع الرؤساء اليهود حكيت وقلت هاي المواضيع إحنا بدنا نستمر بحياتنا المطلوب منهن إني نهده زي ما أنا بدي هدي إني بدي نهده الأمور وأنا بدي هدي الأمور حتى حياتنا ترجع الحياة الطبيعية ترجع ونكمل مشوارنا في هاي الدولة فيش عنا مجال تاني فيش عنا طريقة تاني إحنا موجودين في هاي الدولة يعني الحرب أنا بس تنكر كل الأعمال اللي صارت في غزي وكمان في النحلة الإسرائيلية كان قتل من ناحيتين مزبوط إنه كان في قتل أكتر في غزي وخاصة أطفال ونساء ولكن القتل كان في النحيتين أنا بأسف على الأرواح هاي اللي خسر اللي راحت أرواح بريئة ملهاش دم ما كانش لازم يكون هاي الحرب وأنا طلبت من وزير الأمن وزير الدفاع إنه وقف الحرب هاي الحرب من الزنب الولاد والنساء من الطرفين إنه يفقدوا حياتهم ذلك أنا كمان مرة بقول إحنا راح نستمر حياتنا الطبيعية لازم ترجع فيش عنا طريق تاني هاي الدولة اللي إحنا عايشين فيها بدنا عمالنا يرجعوا بدون أي أزى بدنا الموظفين اللي مش تقلوا في الدوائر الحكومية الدوائر عند اليهود بدنا نرجع ما فيش إنه طريق تاني يا إخوان ما فيش إنه طريق تاني العمل اللي صار من قبل شبابنا أنا بحييهن وبشكرين أنا مع الشباب وأنا قلت لين أنا مستعد والضامن معك أنا أكون واقف معك أما نخرب ممتلكات البلدية هاي الممتلكات ده تخدم ده تخدمكو ده تخدم الناس تعال شوف عنا خربوا الكسبو مات حرقوا بصات حويات حرقوا محطات الباص يعني هذا الوضع أنا بأسف إنه يكون في المدن العربية لأنه هاي الأشياء بتخدم المواطنين يا شباب يا شبابنا أنا معكو تعالوا التنظامن ونتظاهر وتعبروا عن رأيكو أما نحرق أنا بقول أنا بأقول اللي بحرق وبيخرب بالمسجد الأقصى مش بعيد عن هاي الأشياء اللي عم بتسير اللي بحرق ممتلكات بلدية ممتلكات اللي بتتخدم المواطنين زي اللي بخرب بالمسجد الأقصى أنا هيك بأامن ذلك إحنا بدنا نكمل مشوارنا ما فيش عنا الطريق يا أخوان والله ما عنا الطريق تاني هاي الدولة قائمة بدنا نعيش فيها بدنا نرب بولادنا صحيح أنا مع إنو نطالب بحقنا إنو حقوق لازم نطالب فيها ولكن الحياة بدأت تستمر وبدنا نرجع نعيش مع بعضنا فيش طريق تاني والله ما فيه طريق تاني نعم شكرا جزيلا لك رئيس بلدية شفا عمر عرسان ياسين كنت معنا في بث حي مباشر من شفا عمر شكرا لإلكو أنا بحي الطاقم بحي التلفزيون هلا بالفعل أنا بحييكو بشكر الأخ بسام جابر المزبوط إنو الله يحييه هاي الفرصة اللي بيعطيها إنو كل إخواننا بالوسط العربي يقول اللي اللي ندور يعبروا عن راه نطلع للعالم هذا فخر واعتزاز أنا بحييك وإن شاء الله بتضلك معطاء للوسط العربي كله يا أبو فادي الأخ بسام جابر شكرا لإلك شكرا جزيلا لك عرسان ياسين رئيس بلدية شفا عمر المشاهدون رئيسا رئيس dont شكرا